دعنا بقى نروح للسوبر السوبر وقابليه كان مباراة في الدوري مع الزمالك الاتنين ودائماً هي كورت اليادة في مصر أهلي وزمالك زي كورت القدم شوكي طبعاً في بعض الفرق المحتربة ولكن أقوى في الائتين دائماً بتنفسهم الأهلي والزمالك ماتش دوري تكسبه على الحركرك ماتش سوبر تكسبه على الحركرك ورغم أن أنت في الماتشين كنت تقريباً راكم معظم فترات المباراة وده السؤال الجمهور بيسأله أكلمه بصراحة أنت ليه أدام تلاكب الماتش وليه أفضل دائماً كنت بتسيب بالزمالك قريب منك دائماً ماتشات الأهلي والزمالك عامة يعني مهما كان فيه حتى الناس تقول فيه فرقة فهيئة الفترة دي فيه لا مستوى الفرقة دي أحسن تيجي في ماتشات الأهلي والزمالك الموضوع ببقى متقارب يعني حتى في فترة كان الزمالك كسب فيها كذا مرة الأهلي الزمالك كان فارق مثلاً جوان كتير الأهلي برضو بيحصل نفس الكلام بيجيب السكور دوت وبيتعدل معاه هو الموضوع كله ببقى أنه هو يعني هو برضو الموتيفيشن في الماتشات دي ببقى مختلف شوية لعبة الأهلي والزمالك يعني انت بتنزل الماتش ماتش ديربي الماتش دالب بقى ليه طبع خاص يعني ببقى صعبة وأن الماتش ده يخلص بسكور كبير يعني بقى فيه غير جمهور اللعيبة بينها وبين بعض يعني هو اللعيب مثلاً ما بيلاقي الفرق وسع فهو بالنسبة له أن أنا ألعب مثلاً قدام الأهلي والزمالك حاجة مش حلوة فهو الوافع بتاعاته بتبقى أزياد في الوقت ده شوية فهو الموضوع بيجي من هنا شوية يعني هو ماتشات الأهلي والزمالك قليل قوي يعني ما تلاقيه بتخلص فرق أكتر من اثنين مساء ولا تلاتة ولا حاجة دايماً فيه هتلاقي الموضوع دايماً قريب حتى لو فرق أحسن من فرقها الموضوع برضو الحماس والحاجات دي بتفرق شوية ماتش السوبر تحديداً كان ماشي جول بجول يعني هنا جول هنا جول ساعات الأقل كان يفرق بجولين بس جول وجول الزمالك تعادل مرة واحدة في الشوت التاني ايه هي اللحظة اللي انت حسيت فيها ان الماتش ممكن يهرب لا ما حسيتش يعني كنا عندي يقين ان احنا حتى اما الزمالك رجع في السكور وكده ان احنا هنيك سابعة احنا كنا مستعدين الماتش ده كويس جداً احنا كنا قبليها خرجنا قبليها اسبوع من يعني احنا كسبنا ماتش الزمالك في الدوري خرجنا من الكاس من البنك الاهلي كانت مفاجأة طبعا نحن نخرج من دور السستاشر بعد كده جينا ماتش الزمالك السوبر وما فيش مجال اصل للخسارة يعني احنا عايزين نعوض طبعا خسارة يعني عايزين نعوض الموضوع ده ده كان دفع كبير لنا برضا ودفع كبير ان انت لازم تفرض سيطرة على الكرة اليدة حالياً في مصر الاهلي عايزين نكمل نجاحات الموسم اللي فات فخاطر لو خسرنا البطولة دي كان انا بنرجع خطوات وراء ترجمة نانسي قنقر